شو الله اليوم يا صبايا رح نكمل الجزء الثاني من game and adversal search طبعا الجزء الثاني رح يتحدث بتفاصيل اكثر عن الخوارزمية الالفا بيتا طيب خلينا نعمل review للمحاضرة السابقة احنا تحدثنا عن لعبة maximum rules حكيت لكم انه لما منحكي كلمة adversal يعني عندي تنافس ما بين لاعبين تمام في تنافس بين لاعبين واحد دائما بيحاول انه يوصل للماكس وهي اعلى قيمة اللي هي البست جيمز مقابل مين المن المن اللي هو بيحاول انه دائما او احنا بنحاول انه نعطيه اقل قيمة علشان يخسر دائما تحدثنا انه البداية بتكون بالماكس نود يعني اول لفل او اول حدا رح يلعب اللي هو الماكس بعدين رح نبني الgame tree علشان انها نشوف دور مين دور المن والمكس وكل واحد قديش رح يكون عنده نسبته بالربح وهاي النسبة بتكون عن طريق evaluation function يعني function موجود عندي منحسبه بالليف بوزيشن ليف بوزيشن يعني اخر لفل عندي بالشجرة تمام وبعدين منصير نعمل باك اوب باك اوب يعني من الاسفل للاعلى اللي هي بوتم اوب معنى اخر بحيث انه احنا نعرف القيمة الافضل للماكس اللي هي the best for max وبالاضافة كمان احنا بدنا نشوف شو هي افضل قيمة للمنمم بعدين احنا لما منخلص رح نسند الماكس بالروت الروت هي تمثل قيمة الماكس النهائية طبعا رح الوين رح ينتظروا دوره ورح نكرر كل هاي العمليات لين ما تنتهي الجيمز او لحتى ما نحسب قيمة الماكس فشوفوا كيف انه احنا رح نبني بهاي الشجرة شايفين اللي في نود اللي عندي بالاسفل هيتم حسابهم من خلال evaluation function اوكي هلا احنا نفترض انه الماكس لونه الاخضر والمن اللي هو لونه الاسود اوكي فالماكس قدروا تلاحظوا هو ماكس من اا ماكس اوكي فشو اللي رح يصير انه احنا بنحسب الحسابات بالدلت بعدين بنرجع من الاسفل للأعلى هاي اللي بيسموها الباكينج اب يعني برجع القيمة من الاسفل الى الاعلى بالحلقة الاخيرة كله هذا لحتى اني احسب قيمة الماكس الموجودة عندي هون اوكي طبعا اا كلياته هذا بيشتغل depth first search رح نحكي بالتفاصيل بالسلايد القادم سبق انه احنا تناقشنا بهاي الالغوريثم هاي الالغوريثم بتاعت المن ماكس انه هو هياخذ الستيت والمفروض يرجع لي action المفروض يرجع لي action طبعا هذا الaction مبني على حسابه لقيمة الماكس اوكي وايش هي الماكس value function نفس الاشي هو عم بياخذ الستيت رح يرجع لي قيمة هاي القيمة بتنحسب بناءا على الليفل الموجود فيه اوكي وبناءا على قيمه مع المن وطبعا هون عنا المن value بنفس الالية بياخذ الستيت مثلا بوديله انا نود هون المفروض يرجع لي value بحسب القيمة زي ما حكينا انه بالبداية بتكون infinity وبعدين بيعطيه القيمة المناسبة اوكي طبعا تحدثنا عنها بالتفاصيل بالمحاضرة السابقة احنا بهمنا هون يا صبايا انه انا كيف بدي اشتغل alpha beta وعملها proning proning يعني cut يعني قطع اوكي هلا احنا بنعرف انه الالفا beta algorithm هي ايجا الطريقة علشان نتحسن اداء المين ماكس تمام شو كل فكرة تا الفكرة ببساطة انه هي ما في داعي انه نزور كل ال child المتبقية if you have idea which is surely bad don't take a time يعني احنا كنا متأكدين من القيمة ما في داعي نزور المتبقى عشان نحتفظ بالوقت تمام فعسبيل المثال في هاي الخوارزمية اوه فين في هذا المثال عندنا اثنين وعندنا سبعة اوكي خليني بس انطبقها احنا حكينا هون عندي هذا ال Level تاع المكس وهذا ال Level تاع المين وهذا ال Level تاع المكس فانتو دايما نعملوها هيك هلا احنا بدنا المينمم من هون اثنين وسبعة مين طلع عندي اثنين الانصر الت Valium هون اثنين طب انا بدي بهذا ال Level هون قيمة اكبر من اثنين لاني بالمكس يجينا لهون حسبها وهنها واحد طبعا احنا بنشتغل يعني اول اشي بتطلع الاثنين بعدين بزور لجنبها طيب اذا هون بدي اشي اقلي من الواحد معناه لازم يكون واحد صفر سالب واحد وهكي طب انا بدي اشي اكبر من الاثنين يعني انا بدي قيمي اثنين ثلاثة ففعليا اه اه اي عشان تحسبوها رح تاخد منكم وقت كثير لان انا ما بدي اي قيمة اقلي من الواحد انا بدي اشي اكبر من الاثنين ففعليا هذا ايش بنعمله بنعمله proning يعني cut يعني منحذفه يعني ما منحسبه عشان نحسن من الوقت المستخدم تمام طيب فيه ألي ثانية نفس الألفة بيتا بالتفاصيل بس شو هموا عملوا حطوا رموز فحكوا يا جماعة احنا ألفة بدنا نرمزها لنتائج الماكس وبيتا تمثل نتائج المنز فألفة احنا رح نسميها الـ lower bound بيتا رح نسميها الـ upper bound هلا الماكس مستحيل انه يختار قيمة تعمل يعني بحيث انها يصير في عندها worst score يعني درجة سيئة لألفة بالمقابل انه من بيحاول ومستحيل انه يعمل يختار قيمة كويسة لبيتا فالعملية رح تظلها 10 حسب ومتى رح يكون عندي stop evaluating متى رح تتوقف رح تتوقف لما انا ألاقي value اكبر من بيتا او اني ألاقي value اقل من الفة يعني اوكي وطبعا مين المسؤول عن هاي اللي هو الماكس انه يلاقي value اكبر من بيتا ورح تتوقف لما انه يكون المن ايش اقل من الفة اي نوعي هاي مفاهيم كيف رح يصير التطبيق زي ما حكينا احنا بالبداية رح نعطي الالفة قيمة سالب infinity والبيتا ايش infinity فرح تكون بهذا الشكل صح ولا لا طيب شوي شوي بمع الحسابات رح تصير عملية الالفة increasing هيها الالفة يعني بمنطقة الاني كريزنج يعني يشوف بالاتجاه الموجب وبيتا دي كريزنج بيتا رح تظلها ايش بالمجال السالب يعني تقل فبالتالي لما احنا نوصل يصير ما في عندي overlap no longer overlap معناته انا صارت عندي عملية الكت لما يصير ما في عندي overlap بين القيمتين معناته الوجب علي اني اعمل كت يعني خلينا نعيدها بالتفاصيل انه احنا رح نشتغل يتماعة دبت فير سيرج يعني دبت فير سيرج يعني انه انا رح ابلش من هاي النود انزل 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 اللين الاخر وبعدين ارجع اطلع هيك هاي الدبت اوكي اا طبعا هاي الدبت فير سيرج بيكون في عنا تقييم ثابت الارقام ثابتين ما رح تتغير فاحنا رح نبلش من الرود وننزل للاسفل وبعدين نرجع حكينا انه الفة كبيد بداية بالبداية قيمتها سالب انفينيتي بيت البداية موجب انفينيتي الفة تسمى lower bound يعني وهي المسؤولة عن النتائج ماكس بي تسمى upper bound وهي المسؤولة عن المنز outcomes يعني نتائج المنز كل اللي رح يصير انه انا رح امرر القيم من اي لبي بشكل down يعني من الاعلى للاسفل بهاي الطريق اللي عند الشايلد وبعدين رح تصير عملية البحث عملية البحث بهمنا انه دائما نعمل تحديث للقيمة لقيمة الفة وبيتا خلال البحث بل max هو المسؤول انه يحدث قيمة الفة عند max node والمن هو المسؤول انه يحدث قيمة بيتا عند المن تمام متى بتصير عملية الكت لما انا اوصل انه الفة اكبر من بيتا طيب اذا عملية الكت رح تصير لما او البرون لما تكون الفة اكبر من بيتا هذا معناته انه max صار حصل قيمة الفة اكبر من بيتا فهونا شو اللي رح يصير بالضبط اللي رح يصير انه رح نحدث قيمة الفة تمام وبالتالي انه هون بحكي لنا الفتكرة انه اللاعب اللي اسمه من اللي هون المنافس قات نود أباظ وي وانت بيك ذا فاليو أنويع يعني هو ما رح ياخذ هاي القيمة بأي من الأحوال فعشان هيك صار الها كات البرام بيلو امن نود وين بيتا فاليو أقل من الفة هلا إذا صار بيتا أقل من الفة المن هو اللي رح يعمل ابدات للقيمة بتاعت البيتا هو اللي رح يعمل كات من عنده يعني اللعب ماكس ما هو محتاج هذه القيمة تمام فهذا سيدو كود تاح للألف بيتا رح أعطيها ستيت هي رح ترجع لي اكشن وطبعا رح تحسب لي الماكس الفاليو من ماكس ورح تكون تبعت من القيمة البدائية وهنا الريتيل طبعا هاي باختصار طي خلينا نشوف هذا المثال نفترض انه انا في عندي هاي تري اول اشي صبايا حكيت لكم اول اشي عشان انه انتو ما تلخبطوا رح تعملوا هيك تحكو هاي ماكس هاي من هاي ماكس تمام كبداية ايش منسوي بكل لفل بدك تحط قيمة الفا وبيتا كقيمة ابتدائية بتكون سالب انفينيتي قلنا الالفا والبيت رح تكون مج انفينيتي وطبعا هذا رح تمرري ل ال 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 اطفال نفترض انه هاي وصلنا لعند الليف نود الليف نود لازم تكون قيمها معاك هنا الفا هنا ثلاثة فلما بدك تطلع ال الليف اللي بعده الليف اللي بعده لمن فمعناته انت بتعملي ابدات لمن لثلاثة ليش لانه انت في الليف لمن فمعناته البيتا البيتا هي ثلاثة لان احنا لما بنطلع لفوق معناته انا رح احدث الفا وتصير ثلاثة اوكي لازم اني احدث وتصير ثلاثة شوفوا كيف هون الفا صار ثلاثة اوكي بهذا التحديث ليش لانه فوق انا لما اطلعت لفوق من المسؤول ماكس بس بسمحلي اني احدث الفا اوكي طيب اذا هم بعدين لما رجعوا لهون لقوا قيمة اطناعش اطناعش ما رح ياخد هالمن الثماني ما رح ياخد هالمن فخلاص اثبت القيمة على هاي ننشوف another child طيب شو اللي صار عندي هون انا هون لقيت عندي الاثنين لقيت الاثنين فأنا كوني بالمن كوني بالمن نزلت معاها يعني الالفا انا هون لما اجيت بدي انزله على الشايلد الجديد نزلت ثلاثة لاحظوا هون الان هون بتصير المقارنة الان بتصير المقارنة الفا اكبر من بيتا صح ولا لا عند اي لفل احنا بالمن تشوفو الثلاثة اكبر من الاثنين صح ولا لا بحكي بهاي الحالة يعني اذا انا مختاري هون اثنين وهون ثلاثة فانا بدي قيمة اقل من اثنين بس هنا بدي اشي اقل من الاثنين هنا بدي اشي اكبر من او يساوي ثلاثة فهالدول في بناتهم اوفرلاب يعني احنا لو رسبناها على مخطط الاعداد طبعا انا هنا الاثنين وهنا ثلاثة صح انا بدي اشي اكبر من ثلاثة لالفة وبيدي اشي اقل من اثنين لبيتا فبتلاحظ في اوفرلاب مجرد ما صار اوفرلاب خلص معناته هاي القيمة رح يصير في عندي الكت تمام فاذا هاي الاثنين رح نطلح لفوق عشان نحسب قيمة البيتا اوكي ففعليا هلا احنا نكمل عند المتبقيين فمثلا انا هون عند المن خلص تبتنا قيمة الالفة اللي هي الثلاثة طبعا هون رح تنزل مع الالفة هون حصل قيمة اربعة عشر ما بتهمني لانه انا لسه اقل قيمة انا حصل للثلاث اثنين ما بتهمني رجع عمل search على خمسة طبعا ليش كمنا لانه اللي فوق بدي قيمة اكبر بالنسبة للمكس بدي اشي اكبر من الثلاثة فهاي هون خمسة هون حصل ايش حصل اثنين اقل من او تساوي اثنين حققت الشرط فرجع من update لها اوكي فهون ايش اللي صار يعني احنا بالحلق الاخير رح تكون الفة عندكم ثلاثة وبيت القيمة النهائية رح تكون عندي اثنين ف يعني المكس اللي احنا رح نوصل له انه عبارة عن ثلاثة وهالذول اللي قدرنا نعمل لهم قطع ليش هالذول ما عملنا لهم قطع لانه اربعة عش وخمسة فعليا اكبر من الثلاثة عشان هيك ظل ها تم كملة اوكي طبعا هون البيسيديو كود كاملتا للالغرثم زي ما شرحناها خلينا نحكي عن الخوارزمية بحكينا انه هي طبعا مضمونة بانها تحسبلك قيمة الروت وتعطينا الماكسيمم الورست كيس بدها بيقو او بيقو ودي البيست كيس اللي هي بيقو اوف بي دي على اثنين طبعا بي برانتش والديل مقصود في الدبث اوكي طيب هلا شو اللي بيحكينا اذا احنا كنا ماشيين بطريق كويسة او الافضل فاحنا فقط رح نحقق هاي القيمة فبنحكينا طيب اذا احنا عملنا الائتريتف ديبينك سيرتش يعني انه في عندي دوران بالديبينك سيرتش اللي هي او الطريقة اللي تم مشرح اللي هي الائتريتف بحكينا معناته هاي انه احنا لازم نرتب القيمة على last iteration يعني انه نفترض اذا احنا بدي استخدم هاي الطريقة معناته انا لازم اني ارتب القيمة وبعدين بعدين رح نعمل expand لهاي النود وبعدين ايش رح نعملها لثريت ان فوروورد يعني انه احنا رح نقارنها وبعدين رح ننقل هاي القيم لمستوى اخر اوكي طبعا هاي القيمة الTIME كومبلكس لهاي القيمة هي نفسها البرانشينج فاكتور سكوير بي يعني كأننا عم ناخد الجذر التربيعي لها فتقريبا اذا كان عندي البرانش مثلا 35 معناته انا بدي مثلا 6 وهكذا فور دي ببلو الفا بيتا يعني كل اللي عملته الالفا بيتا انها قررت عملية التفرع اللي احنا بنحتاجه من 35 ل40 الى 6 تمام فمعناته هذا بتمثل كأنه هي دبلين يعني تقريبا حسنت بطريقة جدا عالية الالفا بيتا على هاي السيرج طيب هل في ريال سيستم بحكينا ريال سيستم زيوز افيو مور تريك يعني بيستخدمها بس ممكن انه ياخذ تريك كمان يعني طرق اخرى مثلا اكسب اكسبان 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 يعني انه هو لما بدي يجي اعمل اكسبان بس الاشي الحل المطلوب هو يعني هو اللي بيعمله اكسبان just to make sure there are no reprises يعني انه بتأكد انه ما في ممكن يتعدل بحيث يعطينا نتائج افضل وهاي مثال عليها الباك وممكن انه الموديل عندي يتعلم من يعني النظير مثل لعبة البوكر ايضا ممكن يكون في عندي العشوائية زي فور جو اوكي صبايا هذا كل اللي موجود نانكم